اشتركوا في القناة ما يكون ساير مع اهلك شي لك لا تخافي اهلي كمان كله نمناح لك انساير شي معك ولك طولي بالك والقضي نفسك لا احكي احكي لي بس والله انشغل بالي لا ينشغل بالك القصة وما فيها انه كنت عم بقرأ تقرير عن اللي كانوا منضمين لداعش شو الاسباب اللي خلتهم ينضموا شي اللي قال انه كان مجبور شي كان ولد ودغرر فيه وشين غرب المصاري والسلطة ومنها الحكي هاد يو وانت شو قلك علاقة بالموضوع ابو فاكه لا يكون بتعرفش حدا عامل هالعملة وكان منضم لداعش لا حول ولا قوة الا بالله على هالسير اللي ما رح تخليني كملها كمل لا شوف لوين بدك توصل كمل القصة وما فيها انه باخر التقرير طارح الكاتب سؤال انه شو لازم ينعمل بهدور الناس اللي كانوا منضمين لداعش الاحسن انه ينحبسوا ولا تم اعادة تأهيلهم لا يرجعوا لحياتهم السابقة ويندمجوا بمجتمعهم من اول وجديد الموضوع عمل براسي متل عصف زهني عم فكر فيه فحبيت اخد رأيك بالموضوع واعرف وجهة نظرك من هالقصة احكي هيك من الاول والله وقعت اللي قلبي اليش انت خليتيني احكي المهم هلأ خلينا بموضوعنا انت شو رأيك هلأ بصراحة انا ميال اكتر لاصلاحهم انه يعني مو غلط اذا اخدوا فرصة تانية ورجعوا لحياتهم بهاي ما لي معك ابو فاكر ابدا بعد كل الجرائم والانتهاكات اللي عملوها نسامحون ونعطيهم فرصة تانية ودم الناس وارواح الابرية بتروح هيك عالارض يعني شو نساوي ام جوزيف نقتلون لا انا ماني مع القتل طبعا بس لازم يتعاقبوا ينسجنوا مثلا وتكون فترة السجن بحسب كل واحد وطبيعة موقعه بالتنظيم يعني اللي كان قائد لازم تكون فترة سجنه اطول من العنصر العادي لانه اكيد تورط بجرائم اكتر بس لا تنسي ام جوزيف انه في كتير ناس تغرر فيهم عن جد او انجبروا انه يبايعوا التنظيم وينضموا لصفوفه حتى لو كان لازم يحكموا عقلهم ويتحدوا خوفهم وما يقبلوا يكونوا مجرمين بس يا حبيبتي اللي بني ادم بطبيعته بيخاف على حياته بيخاف على ولاده بيخاف على اهله وهي كل دوافع كانت سبب لانضمام كتير ناس اولهم هدول الناس اكيد فيهم بزراء صالحة ينشغل عليها حتى لو فيهم بزراء صالحة كانت فتشوهت وفسدت بعد ما صاروا بتنظيم داعش فلازم ينحبسوا وينالوا عقابهم على قد ما فسدت بزرتهم وممكن خلال فترة حبسهم ينشغل علي اعادة تأهيلهم مشان وقت يطلعوا من الحبس يقدروا يندمجوا ويرجعوا لحياتهم بالعكس هيك ممكن تتعقد المشكلة لانه راح تصير المشكلة مشكلتين الاولى انعزالهم بسبب انتسابهم للتنظيم والتاني انعزالهم بسبب الحبس ساعتها كتير صعب يرجعوا يندمجوا ويعيشوا حياة طبيعية ابو فاكر انا قلت رأيي لازم يتعاقبوا يعني لازم يتعاقبوا ترى الواح الناس اللي تسلوا فيها محببة انتي ممكن تطالعوا بلى وانت رجعتني اي ما توخزيني اندمت لاني رجعتك اتوكلي على الله حبيبتي ايه خاطرك الله معك جوز كالان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر